العادة السرية وهي عبارة عن الاستثارة الجنسية التي يتعرض لها الشخص عن طريق لمس أعضائه التناسلية هل تؤثر العادة السرية على قدرة الرجل في إنتاج الحيوانات المنوية؟ لا، لا تؤثر حيث أنها تنتج بشكل مستمر طرق ممارسة العادة السرية الرجال يمارسونها في الغالب عن طريق مداعبة القضيب أما السيدات فيمارسونها عن طريق لمس المهبل والمنطقة المحيطة بها بأصابعهم فوائد العادة السرية 1- محاربة السرطان 2- زيادة صلابة القضيب 3- تعزيز صحة الجهاز المناعي 4- تحسين الصحة النفسية 5- أضرار العادة السرية إذا لم تفرض في ممارستها ومارستها عند الحاجة إليها فلن يكون لها أي ضرر عليك 6- نصيحتي تجاه العادة السرية 6- أنت توقف عنها وسوف تقظف تلقائياً 7- وأنت نائم بدون أي تدخل منك وهو ما يسمى بالإحتلام حتى لا تتعود عليها 8- وعندما تتزوج تمارس جماعاً حقيقياً مع زوجتك ولا تلجأ إليها 7- شف الله كل مريض كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف 8- والسلام عليكم 8- وعندما تتعود عليكم